اشتركوا في القناة اتواصل معكم في حلقة جديدة من برنامجكم عجائب الله سبحانه وتعالى من خلال القصص النبوي وما زلنا نذكر بعضا وطرفا من الفوائد والعبر والدروس التي تتعلق في قصة الثلاثة الذين اووا الى الغار وذكرنا ما ذكرنا من فوائد وعبر ودروس مختصرة ونكمل ومنها خير الدين الورع أن حقوق الناس وحفظ الأمانات وأن يؤدي العبد الأمانة إلى من اتمنه وأن يحفظ أموال من استودعها عنده ومن وثق به واستودعها عنده وهذا ما يتمثل في الشخص الثالث الذي عنده كان أجراء يستخدمهم فكان أن استأجر أجراء فأعطاهم أجرهم غير واحد فانصارف ذلك فنم له مال ثم لما عاد رد له المال وما تولد منه من أرباح فلم يبخسوا حقه فدفعوا له فكان ذلك من أسباب انفراج الصخرة فخرجوا يمشون جميعا وهذا ما يرشدن ليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استئجار الأجير حتى يبين أجره يبين أجره حتى لا يقع الخلاف والاختلاف والخصومة أيضا في هذه القصة في قصة الثلاثة الذين أولوا إلى الغار ذكرنا ما يتعلق بالعجيبة التي بتدأنا بها وأن الله سبحانه وتعالى يقدر بقدرته كيف ينجي عباده ويحرك الكون ويحرك الجمادات من أجل إنقاذ عباده المؤمنين فالله سبحانه وتعالى لما تقربوا إليه بصالح أعمالهم أمر الله سبحانه وتعالى وأزاح الصخرة عنهم تدريجيا كُلُّون بحسب عمله حتى انفرجت عنهم وخرجوا من ذلك الأمر وهو من العجائب التي تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى وتدل على عناية الله سبحانه وتعالى من العجائب التي تدل على عناية الله سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين الذين لهم خبيئة مع الله سبحانه وتعالى لا يعلمها إلا هو الله سبحانه وتعالى بينهم وبينه أيضا من القصص التي ذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضل عنه قال أصاب رجلا حاجة فخرج إلى البرية إلى البر فقالت امرأته لما خرج فقالت دعيتنا الله سبحانه وتعالى اللهم ارزقنا ما نعتجن وما نختبز فجاء الرجل والجفنة ملأ عجينا ليس لديها أي شيء ذهب ثم عاد فدعت الله سبحانه وتعالى فأجاب الله دعوتها فجاء الرجل والجفنة ملأ عجينا وفي التنور جنوب الشواء والرحة تطحن فقال من أين هذا هذا المشهد استرأى انتباهه ومن العجائب لا يوجد لديهم أي شيء ولكن بدعوتها نزلت عجيبة من عجائب الله سبحانه وتعالى فقال لها من أين من أين هذا قالت من رزق الله سبحانه وتعالى فكنس الطحين ما حول الرحة من الطحين فقال صلى الله عليه وسلم لو تركها لدارت أو قال طحنت إلى يوم قيامة لو لم يكنس وينظف ما حول الرحة من الطحين كما قال الله سلم لدارت أو طحنت إلى يوم القيامة هذا الحديث أيضا من الأمور التي تدل على عجائب الله سبحانه وتعالى في عنايته ورعايته سبحانه وتعالى بعباده الصالحين فهذا الرجل وهذه الأسرة ليس لديهم ما يأكلون وخرج في البرية باحثا عن الطعام ولم يجي شيئا فلما عاد وجد أن الرحة قد بدأت وأنها ملأة بالعجين فاستغرب من ذلك فقالت فقال لها من أيننا هذا فقالت رزق ساق الله سبحانه وتعالى إلينا وفي رواية أنها دعت الله سبحانه وتعالى فاستجاب الله سبحانه وتعالى لها هذه القصة فيها من الفوائد والعبر الكثير منها أولا أثر الدعاء خاصة إذا كان من مضطر خاصة إذا كان مضطر محتاج في ضيقة ماسة وخلى قلبه من الشوائب ومن كافة التعلقات والتوجهة بإخلاص وصدق الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يستجيبوا لدعاء المضطر كما قال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أي لهم مع الله قليلا ما تذكرون قصة الرجل مع زوجته ليذهب البرية ثم عاد ووجدها تطحن طحينا ووجد الرحى ملأة بالعجين تطحنه فسألها من أين ذلك قالت رزق من الله سبحانه وتعالى وقد دعت الله سبحانه وتعالى أن يرزقها فهو من أثر الدعاء أول الفوائد والعبر أثر الدعاء خاصة من المضطر كما ذكرنا في قوله تعالى أمن يجيب المضطر لدعاوك ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أي لهم علاقة لمن ذكرون وبين نبيه السلام أهمية الدعاء عموما فكيف بدع المضطرين المحتاجين المكسيرين المضطرحين بين الله سبحانه وتعالى عن نبي سعيد الخدرية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطعة ورحم إلا أعطاه الله سبحانه وتعالى بها إحدى ثلاث إما أن تعجل له دعوته وإما أن يدخيرها له في الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها قال الصحابة إذن نكثروا يا رسول الله قال الله سبحانه وتعالى أكثر ومن حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين فالله سبحانه وتعالى حي كريم لطيف بعباده رحيم بعباده إذا لجأوا إليه في الأحوال العادية فإنه يستجيبوا لهم فكيف في حالة الإضطرار والانكسار مع إخلاص المسطنة سبحانه وتعالى فإنه محال أن يرد سائلا سبحانه وتعالى أو يخذل راجيا فكيف في حالة الإضطرار والانكسار وما شابه ذلك وقد قال سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني يستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين أيضا من الفوائد التي تتعلق بهذه القصة التي قصها للنبي صلى الله عليه وسلم وكما في القصص السابق الذي ذكرها للنبي صلى الله عليه وسلم إثباتوا الكرمات إثباتوا الكرمات لعباد الله الصالحين وإثباتها وإيجادها من قبل الله سبحانه وتعالى هو من العجائب التي يرى الله سبحانه وتعالى بها عبادة و يفرجوا من خلال هذه الكرمات ومن خلال هذه الخوائرق ما يقعون فيه من مآزق ومن هموم ومن غموم ومن كروب فيكشف عنهم بما يقدر من عجائب ومن كرمات منه سبحانه وتعالى لأولئك العباد وهذا ثبت في هذه القصة من الله سبحانه وتعالى استجابها دعوة تلك المقرأة الصالحة فأتاها بطريقة لا نعلمها أتاها ذلك الأمر وذلك العجين فوجدها زوج تعجن عجينا وكما ثبت في كتاب الله سبحانه وتعالى إثبات الكرمات بقوله سبحانه وتعالى فتقبلها ربه بقبول حسن عن مريم وأنبتها نبات حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب والكرمات كثيرة لعباد الله الصالحين من الصحابة ومن التابعين ومن التابعهم إلى يوم الدين كما ذكرنا مرة سابقة ما حدث للعلاء ابن حضرمي ومن مع من الصحابة لما كانوا في صحراء فسلكوا مفازة وعطشوا ولم يجدوا ماء حتى خافوا الهلاك وخشوا أن يهلكوا فنزل العلاء وصلوا الركعتين فدع الله سبحانه وتعالى قال يا حليم يا عليم يا علي عظيم أسقنا فانهمر المطر وسقوا وملأوا قربهم وانطلقوا وذلك من الكرمات التي ساقها الله سبحانه وتعالى إليهم أيضا أن البركة من الله سبحانه وتعالى ففي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي مر في هذه القصة قال لو تركتها لدارت وقالت طحنت إلى يوم القيامة وهذا من البركات العظيمة التي سوق الله سبحانه وتعالى لعباد الصالحين نتوقف على أن نلقاكم في لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر